أفاد مصدر أمني للشرق بسقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق ولفت المصدر إلى تحليق مكثف للطائرات الأمريكية فوق قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء اتخذت إجراءات احترازية بعد سقوط الصواريخ وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصواريخ الثلاثة انطلقت من منطقة حي الفرات قرب مطار بغداد وكانت خلية الأعلام الأمني أفادت بالعثور على ثماني منصات إطلاق صواريخ تضم خمسة لم تنطلق للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بغداد مراسلة الشرق مونة الله ظاهر أهلا بك مونة ما هي آخر المعلومات المتوفرة عن استهداف قاعدة فيكتوريا الجوية بالصواريخ وماذا عن التحقيقات في هذا المجال صباح الخير زينة تحقيقات مكثفة أجرتها قيادة عمليات بغداد وصلت إلى أن الصواريخ الثمانية التي انطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي وبالتحديد من حي الفرات المحاذي لمطار بغداد الدولي كانت انطلقت من منزل مؤجر منذ عشرة أيام لهذه الجماعات المسلحة التي استهدفت القاعدة ثلاث صواريخ سقطت بمحيط قاعدة فيكتوريا الأول سقط على سجن الكرخ المركزي والثاني سقط على أكاديمية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب والثالث سقط على أحدى الألوية التابعة للرد السريع هذه الأهداف الثلاثة هي عراقية صح؟ هي جزء من الجزء العراقي في المنشأة نعم الصواريخ التي طلقت نعم الصواريخ الثلاثة التي سقطت بمحيط قاعدة فيكتوريا والتي استدعت تحليق طائرات أمريكية فوق سماء مطار بغداد الدولي للكشف عن هذه الأماكن أيضا جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية العراقية التابعة لقيادة عمليات بغداد انتشرت هناك وعثرت على المنزل الذي انطلقت منه الصواريخ إضافة إلى أن هناك خمسة صواريخ لم تنطلق وقعت في قبضة القوات الأمنية العراقية هذه المعلومات أصبحت واضحة ولكن ماذا عن المنطقة؟ منطقة حي الفرات التي انطلقت منها الصواريخ هل هي السيطرة الأمنية لهذه المنطقة تابعة لجماعات مسلحة معينة؟ ماذا عن هذه المنطقة؟ زينة بحسب مصادرنا الأمنية المتواجدة هناك أطلعتنا وبشكل مكثف وخاصا للشرق أن القوات الأمنية العراقية تجري تمشيطا كاملا وعمليات أمنية في هذه المناطق كون الكثير من الخلايا النائمة تتواجد ليست في حي الفرات إنما في مناطق مختلفة كما تحدثت في بداية كلامي إن أحد المنازل قد استغل من هذه الجماعات المسلحة واستخدم سطحه العالي لإطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة فكتوريا والتي لم تسقط عليها بسقطت على أهداف عراقية ثلاثة وماذا عن ردود الفعل الرسمية العراقية؟ هل صدرت أي مواقف في هذا الشأن؟ يعني إلى الآن لم يصدر أي شيء سواء خلية الإعلام الأمني التي اكتفت ببيان كالعادة؟ شكرا لك مناطق الله بانتظار توفر تفاصيل جديدة في نشرات مقبلة من دون رادع يستمر العراق ساحة لتبادل الرسائل وتحديدا بين واشنطن وطهران فالسهداف القوات الأمريكية في العراق مستمر وجديده استهداف لقاعدة تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مطار بغداد أبرز الهجمات التي استهدفت قوات أمريكية في العراق كانت في الثامن من يناير 2020 حيث استهدفت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق بتسعة صواريخ ردا على اغتيار قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة وفي الخامس من يوليو من العام ذاته استهدف صاروخ كاتيوشا محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد فيما نجحت منظومة الباتريوت بالتصدي للصاروخ وعاد مسلسل استهداف السفارة الأمريكية في بغداد في السابع عشر من نوفمبر 2020 حيث تم إطلاق أربعة صواريخ ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين عراقيين وفي شهر ديسمبر 2020 سقطت ثلاثة صواريخ قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات وبعد توقف دام شهرين عاد الهجوم على القواعد الأمريكية بسقوط ثلاثة صواريخ في الخامس عشر من فبراير 2021 داخل قاعدة للتحالف في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ليسقط من جديد بعدها بخمسة أيام عدد من الصواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العراق مستهدفة مقر شركة لوكهيد مارتن المختصة بصيانة طائرات F-16 ما أسفر عن إصابة متعاقد مع شركة أمنية وفي الثالث من مارس 2021 أعلن مصدر أمني عراقي تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد لقصف بعدة صواريخ أما في الخامس عشر من مارس 2021 فوقع هجوم بسبعة صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد وفي الثالث والعشرين من إبريل 2021 سقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة فيكتوريا التي تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مطار بغداد الدولي في العراق